استمرار الفتنة الطائفية بعد المفيد ورغم ادعاء الخليفة القادر بالوفاء للبويهيين بسبب الايمان التي قدمها لهم عند توليه الخلافة ورفضه الاستجابة لمطالب المتمردين عليهم سنة 418 حيث قال لهم لبني بويه في رقابنا اهود لا يجوز العدول عنها كما يقول ابن جوزي في المنتظم الا انه دعم القائد التركي محمود بن سبك تكين واسماه يمين الدولة فقام هذا سنة 420 بعملية ابادة لمعارض الخليفة العباسي في خراسان والري من الشيعة والمعتزلة وعندما انتقلت الخلافة الى ابن القادر القائم بامر الله سنة 422 كان اول من بايعه الشريف المرتضى تلميذ المفيد وقال فيه شعرا ولكن ذلك لم يمنع التوترات الطائفية من الانفجار بين عونة واخرى وقد كان موضوع سب الشيعة للصحابة مادة رئيسية في التوتر مما دفع الخليفة القائم سنة 433 الى تجديد اعلان الاعتقاد القادري الذي كتبه ابوه وقراءته في الديوان امام الزهاد والعلماء والفقهاء واخذ خطوط هؤلاء توقيعهم يعني على ان هذا اعتقاد المسلمين ومن خالفه فقد فسق وكفر وجاء في ذلك الاعتقاد او الديوان يعني هذا ان من سب سيدتنا عائشة رضي الله عنها فلاحظ له في الاسلام ولا يقول في معاوية رضي الله عنه الا خيرا ولا يدخل في شيء شجر بينهم ويترحم على جماعتهم عام استثناء فريد من الوحدة بين السنة والشيعة وقد كان الاستثناء الوحيد والغريب هو ما حدث عام 442 من اتحاد السنة والشيعة في مواجهة السلطة العباسية كما يحدثنا ابن الجوزي وذلك عندما ندب ابو محمد النسوي للعبور وضبط البلد ثم اجتمع العامة من اهل الكرخ والقلائين وباب الشعير وباب البصرة اللي هي سنية على كلمة واحدة في انه متى عبر ابن النسوي احرقوا اسواقهم وانصرفوا عن البلد فصار اهل الكرخ الى باب نهر القلائين اللي يبدو كان في سنة هذا فصلوا فيه واذنوا في المشهد حي على خير العمل واهل القلائين بالعتيقة والمسجد بالبزازين بالصلاة خير من النوم واختلطوا واستلحوا وخرجوا الى زيارة المشهدين مشهد علي والحسين واظهروا بالكرخ الترحم على الصحابة صار تطور عند الشيعة يعني وكبس اهل الكرخ دار الوزارة الى ان يقول واستهل ذو الحجة فعمل الناس على الخروج لزيارة المشهدين بالحائر الحسيني في كربلاء يعني والكوفة مرقد الامام علي واختلط الفريقان من السنة والشيعة وساروا الى الجامع بالمدينة ثم عادوا والعلامات بين ايديهم تقدمها العلامة السوداء تقدمها العلامة السوداء والبقاة تضرب فجازوا بصيفية الكرخ فنثر عليهم اهل الموضعين دراهم وخرج الى زيارة من الاتراك واهل السنة من لم تجري له عادة فيها ولكن هذه الفرحة لم تدم طويلا حيث تجددت الفتنة في العام التالي سنة 443 وذلك عندما عمل اهل الكرخ ابراجا وكتبوا بالذهب محمد وعلي خير البشر فمن رضي فقد شكر ومن ابى فقد كفر فانكر اهل السنة هذه الزيادة وثارت الفتنة وآلت الى اخذ ثياب الناس في الطرقات فمعها اهل الكرخ ما كتبوه من خير البشر وطالب السنة باسقاط حي على خير العمل وقويت الحرب وكثر القتل وانقطعت الجمعة في مسجد براثا واستنفر البلد ونقب في مشهد باب التبن واخرج جماعة من القبور فأحرقوا واحترق الضريحان والقبتان في مركز الامامين الكاظم والجواد وأظهر اهل الكرخ الحزن وقعدوا في الاسواق للعزاء وعلقوا المسوح على الدكاكين وفي يوم الجمعة لعشر بقينة من ربيع الآخر خطب بجامع براثا أو خطبة بجامع براثا وأسقط حيا على خير العمل ودك الخطيب المنبر هذه علامة السنة ذكر أيام كانت وقد كانوا يمنعون منه وذكر العباس في خطبته أو ذكر الخطيب يعني العباس في خطبته يعني كان نوع من انتصار سني على الشيعة كما يقول ابن جوزي وبلغت معالم الغلبة الطائفية ذروتها عام 448 عندما أقيم الأذان في المشهد يعني مشهد الكاظمية بمقابر قريش ومشهد العتيقة ومساجدة الكرخ بصلاة خير من النوم أيضا هذا الشعار بالأذان شعار سني يعني وأزيل ما كانوا يستعملونه في الأذان حيا على خير العمل وقلع جميع ما كان على أبواب الدور والدروب من محمد وعلي خير البشر ودخل إلى الكرخ منشد أهل السنة من باب البصرة فأنشدوا الأشعار في مدح الصحابة وتقدم رئيس الرؤساء إلى ابن نسوي بقتل أبي عبد الله ابن الجلاب شيخ البزازين بباب الطاق لما كان يتظاهر به من الغلو في الرفض فقتل وصلب على باب دكانه وهرب أبو جعفر الطوسي إلى النجف ونهبت داره وفي سنة أربعمائة وتسعة وربعين في صفر كبست دار أبي جعفر الطوسي متكلم الشيعة بالكرخ وأخذ ما وجد من دفاتره وكرسي كان يجلس عليه الكلام وأخرج ذلك إلى الكرخ فأحرق وكان ذلك علامة كبيرة على اختلال الميزان السياسي لصالح الخليفة العباسي وأهل السنة في مقابل الشيعة والحكام البوهيين الذين أفل نجمهم في أواصط القرن الخامس الهجري ولكن الميزان السياسي والعسكري لم يبقى كذلك فسرعان منقلب رأسا على عقب عندما تمرد أحد قواد الأتراك من فلول البوهيين وهو أرسلان المعروف بالبساسيري الذي عظم أمره كما يقولون واستفحل فاستولى على البلاد وطار اسمه وتهيبته أمراء العربي والعجم ودعي له على كثير من المنابر العراقية والأهواز ونواحيها وجبل أموال ولم يكن القائم بأمر الله يقطع أمرا دونه ورغم استعانة الخليفة القائم بأمير الغز السلاجقة طغر البك عام 447 لإنقاذه من البساسيري إلا أن هذا الأخير استعان بالدولة الفاطمية وكاتب صاحب مصر يذكر له كونه في طاعته وأنه على إقامة الدعوة له في العراق فأمده بالأموال وولاه الرحبة فخطب للمصري يعني الخليفة المصري في واسط أو خطب للمصري للخليفة الفاطمية يعني في واسط وشفاثة وعين التمر والكوفة والنيل وسورة ثم دخل البساسيري بغداد يوم الأحد ثامن ذي القعدة سنة 450 ومعه الرايات المصرية الفاطمية يعني وكان على رأسه أعلام عليها مكتوب الإمام المستنصر بالله أبو تميم معد أمير المؤمنين وضرب دنانيرة سماها المستنصرية وكان عليها من فرد جانب لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله علي ولي الله ومن الجانب الآخر عبد الله ووليه الإمام أبو تميم معد المستنصر بالله أمير المؤمنين واعتقل البساسيري الخليفة العباسي القائم بالله حولا كاملا وعود الشيعة من أهل الكرخ الأذان بحي على خير العمل وظهر فيهم السرور الكثير وعملوا راية بيضاء ونصبوها وسط الكرخ وكتبوا عليها أسم المستنصر بالله ودعي لصاحب مصر في جامع المنصور وجامع الرصافة وزيد في الأذان حي على خير العمل ولم يلبث سلطان السلاجقة طغر البك طغر البك أن عاد إلى بغداد وقتل البساسيري في الخامس عشر من ذي الحجة سنة أربعمية وواحد وخمسين فثار الهاشميون هاشميون العباسيون يعني السنة وأهل باب البصرة إلى الكرخ فنهبوها وطرحوا النار في أسواقها ودروبها واحترقت دار الكتب التي وقفها سابور ابن أردشير في سنة 383 وكان فيها كتب كثيرة ونهبت الكوفة نيفاً وثلاثين يوماً حتى الكوفة أيضاً لم تسلم من الحرق هكذا استمرت الفتنة بفعل التطرف يعني الفتنة كانت لها عوامل عديدة سياسية صراع بين البوهيين والعباسيين والفاطميين وفي نفس الوقت بين الجنود الأتراك وداخل البوهيين وأيضاً يعني كان مفروض في أي عالم واعي وملتفت لمشاكل عصره أن يتجنب التوتر والتطرف والعنف في الكلام ولكن مع الأسف الشديد الشيخ المفيد يعني هو صب الزيت على النار وكان بكتاباته وخطاباته وتنظيره يؤيد فكرة قديمة ميتة يعني 300 سنة ماذا حدث في التاريخ من خلاف أو مثلاً من أحداث بين الخلفاء السابقين فهو كان بدلاً ما يتجاوز ذلك التاريخ كان يكرس ذلك التاريخ ويستخدم العنف مع الآخرين وبالتالي كان هو سبب أو عامل من عوامل الفتنة الطائفية في نظري والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى الباب الخامس الفصل الأول المفيد والفقه الجعفري إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر